هاي دي البندقاء اللي اتضرب منها الخرطوش؟ هاي يا فندم، صوت ضرب النار بالليلجة بأخر الدنيا ماشي، شكراً يوزف طمعني فندم مين في كل ضرب نار يا بهوات؟ انا هلا قتلتها قتلت مين؟ الكلام ده مستحيح يا فندم اتقل قد ضربتها، لكن مفيش حد تصاب حاول يمنعوني من اضرب النار بصنا كان لازم قتلها هو بيتكلم عن مين؟ يا فندم ما تاخدش على كلام فوزي، فوزي تعبان شوية محيدة الخزندار كان لازم تبق عيدة الخزندار دي تبقى مراطية، ما ماتتش ولا اي حاجة اما لقية فين؟ في القوضة فوق، تحب اندهالك؟ على العموم احنا مش جايين نحقق فوضية اتطلع اللي اتضربت بالليل وصاحة الجران ده اختصاص دائرة تانية مش دائرتنا انتو جايين بخصوص القصر، مظبوط؟ قرار وضع القصر تحت الحراسة صدر ولجنة الجرد والمصادرة وصلت يعني ايه؟ وأنا نروح فين؟ والله بقى يا سيد نبيل دي مشكلتكنت ومش مشكلتنا احنا والأصر من النهاردة بقى ملكي للشعب مش هيحصل مش حقيقة اشوفت الكرار بعناي لما عيد الخزندار تقولك مش هيحصل؟ يبقى مش هيحصل محدش هيقدر يخد القصر ده مني انا كمال مصدوم سايق واكتر مع اننا كنا عارفين انه حيحصل لكن مش هادرين نصدق تصدق انت ولا متصدقش ولا تروح في ستين دا يا انتا اخواتك مش كفايا اخوك المجنون المجرم اللي كان عايز يخلص علي حقيق علي يا عيدة مش كفايا يا نبيل مش كفايا لو قعدت تحت الزر العمر كله برضو مش كفايا اللي قالا عملته عشان الحطان ذي ما تتهدش والسعف ده ما يقعش ما حدش كان يقدر يعمله غير ليه تهجت على قد الحطان دولا هياخدوا كل حاجة الطحف السجال اللوح المجوهرات مش عارف هيسجونا نخرج بهدومنا ولا هياخدوها دي كمان قلتلك ما حدش هيقدر ياخد مني حاجة ولا فيها موتي رحفين يا عيدة عيدة استنى عندك انت هو بتعمله ايه انت بتكتب ايه امشي من هنا الاطر دفت عيالك ما حدش هياخده منك وني كمان بتكتبه تصرفين انت تحق۰ غفرتوا شعرّفتوا تبت فيه انا اجبو شغل eighty انا تسعدنا لا يا ربي اةدي يا ربي أتنى ليش كده آتدي لا ما حدش أتنى ليش كده يدي ترجمة نانسي قنقر